بسم الله الرحمن الرحيم زيكو كلكو عاملين ايه معك وصالة السيد قناة ساموه تعلم التفصيل والخياطة الفيديو التانى النهاردة عن نشرح فيك ازا حاجة كلهم مهمين اول حاجة فيهم يعني يكرم البطرون وليه استعمل البطرون والبطرون ده يعني سهل ولا صعب ويجيبه منين يعني ازاي ان اتعلم مرسب البطرون ويجيب المصادر اللي انا ارسل منها منين البطرون ده يا جماعة مبارا عن ايه عن بترسمي جسمك وبترسمي تفاصيل جسمك وتحطيها على الورق ممكن ناس كتير عارفة البطرون بس في ناس برضو كتير مش عارفين مرة واحد صاحبتي بقول لها يعني ما بقول لها انا بخيط وبحب الخياطة وفايلة بتخيطي ازاي فبقول لها بالبطرون يعني الموضوع سهل بس فايلة انا بشوفه بس انا ما بفهمش ايه دوت يعني انا ما بفهمش ايه الكلام وما بفهمش ايه الخطوط ديت وينما انا عارف البطرون ايه هو بس انا ما بفهموش البطرون ده سهل او يا جماعة اسهل طريقة للخياطة يعني عكس من الناس متوقع ان اللي بتعمل البطرون هي اللي شطر بالعكس البطرون دوت هو افضل طريقة للمبتدئين لانه ما بفهمش مجال الخطأ انتي بتاخدي مقاسات وترسمي لها بطرون وتقصي على البطرون دوت يعني مشو فيه بقى ما بفهمش اي علام ولا اي حاجة بتحطي الورقة زي اللي قدامنا ديت الصورة زي اللي قدامنا دي علقو ماشو وتقصي عليها بس وتخياطي فانا نصيحة لكل واحدة مبتدئة وبتتعلم وايزة تتعلم صح اتعلمي البطرون البطرون اسهل حاجة والبطرون هو اللي هيسهلك الخياطة اوي والبطرون هو اللي هيسهلك موضوع التعليم والبطرون هو اللي هيحببك في الخياطة لان انتي لو بدأت تتخيطي من غير بطرون هتغلطي كتير وهتلاقي الموضوع معقد اوي وهتلاقي بيتطلعي حاجات غريبة كده انما لما تخيطي بالبطرون هتلاقي من البداية الخطوات كلها هتلاقي كل حاجة صحي من الاول وهتحب الخياطة وهتكملي من غير بطرون البداية هتبقى صعب قوي إلا لو حد أعلمك ولازم يكون حد متمكن وحد شاطر فالبطرون دوتو عشان كده أنا أما عملت المدونة بتاعتي بدأت أول حاجة برسم البطرونات الأساسية الحريمة كلها الكورساج الجاكت البنطلون الجيبة لأن مجرد منش رسمت البطرون نقول نص المرحلة التشريب بقى والخياطة والحاجات دي لو أنت عندك الأساس صح الباقي كله ممكن تتعلميه وتتشجع أن انت تتعلميه لكن لو مش عمك سدقيني هتتعابي أو من غير محد يعلمك وحد زي ما قلنا يكون شاطر فعشان بس المقدمة ما تبقاش أطول من اللازم البطرون ده يا جماعة نحن بنرسم جسمنا على الورقة يعني مثلا البطرون اللي قدامنا ده البطرون حاجة اسمها الكورساج اللي هو الجزء العنوي من الفستان ده هنا عملنا إيه خدنا مأسات واحدة ورسمناها عملنا كلا شوية خطوط وبدناها اسمها يعني ده مثلا سمينا خط البط ده مثلا سمينا خط الوسط ده مثلا سمينا خط الكتف ولسما بقى خدنا أبعيد يعني مثلا الست دي lie إن إحنا رسمناها البطرون ده المسافة مثلا من الكتف الحد السجر لس7 سنتي خدنا دي 27 سنتي المسافة من البط لحد الوسط مثلا تimi 24 سنتي خدناها 24 سنتي وهكذا بس ده أسان نا كل ده ولو طرق ولو كتب ولو مدونات كتير قوي بتكلم عن لرسم بطرون كتب كتير اوي نازل على النت بتتكلم عن رسم البطرون المدونة بتاعت فيها الحاجات الاساسية اللي تبتدي بيها برضو حلوة المهم يعني المصادر كتير اوي مفيهاش مشكلة والبطرون هو افضل طريقة ان انت تتعلمي الخياطة صح انا ما حدش علمني الخياطة انا علمت نفسي علمت نفسي من الكتب وابتديت بكتاب كده كان في بيتنا ابتديت من رسم البطرون وابتديت بقى ان انا اشتري كتب واشتريت حبيت الحكاية لان اعلمي على اساس علمي غلما توادي تقبطي في الاول كده تكره الدنيا فالبطرون هو افضل طريقة هي اللي انا بنصح بيها كل مبتدئة وحتى اللي مش مبتدئة وهي عندها فكرة كويسة عن الخياطة البطرون يخليكي افضل دي اول حاجة موضوع البطرون ايه هو البطرون اعرفني ايه هو البطرون طيب استعمله ازاي وارسمه ازاي قلنا ازاي هنجيب المصادر اللي هنرسمنا البطرون تاني حاجة ازاي استعمل الاترون للكم بطرون للكلات بطرون كل حاجة اللي لقيلة البطرون بتاعي طيب انا رسمتي بقى البطرون بتاعي وازاي استعمله ازاي حطةval قماش وازاي استخدامه وازاي قصة وازاي ده بقى الحلقة تاعتنا النهاردة تل 33 بتاننا هستخدم هنعمل مثال على بطرون اللي احنا قلنا عليه هنعمل عادي اطبعا كل الحاجات اللي في الفيديو هنا كلها حاجات بس للشرح لكن ولا ده بطرون or اه ولا ده قماش انا هعمل عليه جاكت ولا اي حاجة. انا بس جبت حتة قماش اللي اشتغل عليها قدامكم. وجبت كرتونة كده وقصتها على شكل بطرولة للشارحة بس. ديت حتة قماشة ومثنية نصين. طيب احنا طبعا عارفين الجسم البشري نصين شكل بعض بزبط. لما بنرسم بطرولة بنرسمه على نص واحد زي ما ان شايفين كده الكرتونة اللي محتوطة ديت. وما بنجي نقصه بنقص النص دوت بنقصه جزئين. الجزئين دول ده يقما متصلين يقما يقما منفصلين. حسب الموديل. يعني مثلا انا هنا عندي ده احنا هنعمل نموذج مصغر لجاكت. فانا دلوقتي عندي الجاكت دوت جزئين صح? جزء خلفي وجزء امامي. ادي اللي قدامنا دوت كده الجزء الخلفي هقصه دلوقتي. الجاكت ده هو متصل صح? فانا هقص النصين بتوع الجاكت متصلين. هاجيب القماش اللي انا هقص عليه واثنين نصين. وعمل له خط نص. بتأكد الاول ان البطرون هيكفي. ان المساحة اللي عندي هيكفي. القماش هيكفي. وبعدين زي اللي انتش هيكينه ده كده انا بعمل خط نص للقماش. عشان هقص نصين متصلين دلوقتي. اهو. ادي خط النص اهوت. هو اللي باين دوت في الصورة. دي افضل طريقة ترسمي بها خط النص. تتني القماش. وتحددي بالماركر هيعملك عند خط النص بزلط. على جنبه. خلاص. تاني هنا تاني. وهنحط البطرون على النصين وهم متصلين. ونتأكد ان في مسافات كافية حوالين البطرون. وابتدي ارسم بقى بالماركر بتاعي. الماركر ده عبارة عن تبشير ملون. هنحط خط النص على خط النص. ونبتدي بقى نرسم بالماركر على حدود البطرون. اي خطوط خارجية هنرسمها. البطرون دوت مفوش بنس. لو فيه بنس بنبقى قصينها. قصين من جواها يعني. ونرسمها برضو. نرسم بنس من جواه. طيب. وبعدين. عايزة انا قدبق. ده نص واحد. عايزة. يعني ده مرسم على نص واحد. انا عايزة ارسم على نصين. قبل ما ارسم. اروح اقص النصين بقى وهم متطبقين على بعض. ياريت ادبسهم. علشان ما غلطش وما فيه الحاجة تاخد مني. برا الرسم. ابتدي بقى اقص الحدود بتاعتهم. الجنة بقى سيب فيها مسافة شوية. علشان لو انا حبيت اوسع. لو طلع ضيق شوية. وحبيت اوسع. حردة الباط اقص جنبيها بسانتي تقريبا. فيه بقى يعني كل حاجة فيه المسافات اللي هي المفهود. بس ما بدقين حردة الباط وكتف اقص فيهم على طول. يعني ما سيبش اي مسافات ولا حاجة. الحاجات اللي هي الافقية ما تسيبش فيها مسافات. الحاجات الرأسية والجانبية اللي هي جناب. ممكن لو عشان تحتاج لو احتاجت الوسع ولا حاجة. فيفضل ان انت ده ما تسيب المسافة من اتنين لده ده سانتي. خلاص قادل انا رسمت اهو الباطرون. ايه. اللي انا بعمله هنا ايه دلوقتي? العلامة اللي انا خدتها دي. واحنا بنرسم الباطرون اه بطرون مسلا الامام والخلف بتاع الجاكت مسلا. بيبقى زي ما قلنا فيه خطوط فوقية. فيه خط الكتف فيه خط الوسط فيه خط العنش. اه لو الفستان طويل شوية فيه حاجة اسمها خط الديل. كده يعني. الخطوط الجانبية ديت. اه بنتبقى عندها علامات. يعني بتبقى هي باينة على الباطرون وكده. وبتبقى بناخد عندها علامات. فانا بافترض وانا بوريك وهنا ان الحتة اللي انا خدت عندها العلامة دي هي خط النص هي خط الوسط. وباخد علامة لان الامام برضو هيبقى عليه نفس الخط خط الوسط. عشان لما يجي خيط احط خط الوسط بتاع الامام على خط الوسط بتاع الخلف. فانا بعمل ايه دلوقتي? وانا بارسم انا باخد علامة خط الوسط. دي بنسميها الريكورات او العلامات التقابل. يعني العلامات اللي هي الخطوط دي بتتقابل. وانا بخيط احط خط النص على خط النص. خط الوسط بتاع الامام على خط الوسط بتاع الخلف. خط الهنش بتاع الامام لازم. ولو مجوش قصاب بعض يطلع بقى العيوب اللي احنا بنشوفها في الهدوم ديت. يعني يطلع بقى معوج يطلع يطلع العيوب اللي هي او تحس نوعه مكالك عم عبعي بشكل وحش مش مزبوط مش مقاسي مش ايه رو من انا عملا بطرون كله هي بتبقى الحاجات ديت. لو اهتمتي بالتفاصيل ديت هيطلع التقافيل بتاعك حلوان. فانا انا عملته هنا دلوقتي انا باخد الريكورات او العلامات. فين هيقابل فين? ده اتخط النص. هاخده هنا على الخلف وهرجع لما هجي ارسم الامام هاخده برضو. اهو خدت كده العلامة. خدت برضو النص. النص كمان هقولك هنعمل فيه دلوقتي عشان نبقى فين النص. اهو. هقص هنا كده ايه? ايه? حتة صغنونة خالص. كده ديت الريكورات او الحتة ايه? عشان ايه? اعلمها بالفتحات ديت لما اجي اخيط. هنا من عند النص هقص سبعة صغيرة كده. تبقى ديت علامة النص عندي. وبرضو من الديل من اي ايه? اقص كل العلامات اللي عندي. اقص عند كل العلامة كده. سبعة صغيرة. اقص الفوق او كده. حتى لو المركر يتمسح او حاجة. انا عندي علامة النص وهو بتاع المدير. ليه علامات النص تي? هحتاجة وانا بركب الوسط في الجيبة. هحتاجة وانا بركب الرقبة في الرقبة. كده. طيب. تاني حاجة بعد اما عملت كده هامل ايه? هبتدي بقى انا رسمته هو على ناحية واحدة بالمركر. عايزة بقى نفس اللي انا رسمته ده اطبع من ناحية تاني. فاعمل ايه? في بقى طرق كتير. اول حاجة هنا انا هفترض ان الكارتونة دي في كربون. في ورق كاربون عشان تطبعي النصين بتاع القماش. اعطي النص اتنيع النص وبتطبع بلكاربون باستخدام القلق الي هية. ال qualretta diretti دي بتقطعى بها. بتطبع فيها. بتقطعي بها ورق بتعلمي بها. اهه بتعلمي بها على القماش تخرمي بها القماش لو انتي مش كده زي مالة بعمل كده. ممكن كده تخرمها ودخد انتي على علامات التخين دي بدل ما تلسمن ممكن اطبع بالكربون ممكن اعمل بالروليتا ممكن بقى فيه طريقة ثالثة خالص اللي هي الطريقة ديت ان انا افضل اطبل كده على خطوط المركر فيه انواع من المركر لما تخبطي يعني لما تتنين قماش على بعض وتخبطي عليه كده تطبع لوحدة وفيه انواع لا فممكن نستخدم الروليتا او الكربون زي ما احنا قلت خلاص دلوقتي بقى عندي اهوت النصين مرسومين وخلاص كده خلصتي جيه رسمه وقصينا حواليهم كل حاجة اهو دي علامة النصير اهين دي علامة النص بتاع الرقبة دي علامة Physics vestee دي چ insbesondereة الركرة اهين اهي الحيطة اللي احنا قصيناها من الجنب عشان لطبق مثال على النص النص اليى قدام نص القمام اهو ده القمام اهول نفسي الحاجة عملنا نفسي الحاجة وقصيناها علي نصين بس هنه Jesse ان احنا بس زودنا هنا لان ده هو الجاكت وده المفروض طبعا ان هو المرض بيبقى مرسوم ففيه هنا احنا زودنا هنا كده مرض عرضه مثلا 2 او 3 سنتي حسب ما انت عايزة المرض يكون اديه هو من 3 ل 5 سنتي حسب ما انت عايزة فهنا زودنا المرض كده في نصين الامام اهو اهو زودنا المرض وبعدين هنعمل ايه نصين الامام بقى ده جاكت مفتوح صح فاحنا نصين الامام هنقصوهم منفصلين فبعد ما رسمناهم كده انت ممكن احنا رسمناهم على اماشا واحدة اه يعني على اماشا متصلة فهنقصوهم بعد ما نرسمهم انت ممكن من الاول ترسميهم على نصين منفصلين ما فيش مشكلة وما تقصوهم مشغولة حاجة هنا عملنا نفس الخطوات اللي فاتت بالضبط الفرق ان احنا هنا قسمناه من قدام علشان اهو دول هيبقوا مصينية وبردو اهي علامات الريكورات اهيه خدنا نفس العلمة بتاخدت الويست وهنقصها برضو عشان نضبقها على الخلف لما نيجي نقاطهم في بعض الريكورات دي مهمة جدا اه بريك ان هو اخدها على الامام والخلف نقصها كده قصة خفيفة عشان لو الماركر راح او كده كده خلاص قصيناه الخلف والامام وهنخيطهم في الحلقة الجاية هناخد مش هنخيطهم بقى هناخد ازاي ان احنا مثلا هنخيط اه هنخيط جاكت بمرد كده الجاكت اللي بمرد ازاي نخيطه وازاي نقفل الرقبة بتاعته بطريقة شيك قوي وحلو قوي محترفة قوي احنا النهاردة كل اللي كتب هيسكت ربيع ان ايه بطرون وازاي نستخدمه ازاي نقصه ليه بنرسمه على نص واحد وخلاص احنا قلنا الكلام ده كله عايزة بقى اكلمكم عن بعض المصطلحات اللي احنا بنتكلم عنها واحنا بنرسم البطرون مثلا بشرحلك في الفيديوهات او بشرحلك في المقالات ان شاء لو حد مش فاهم يعني عندنا قطوط الخارجية دي بتاع البطرون دي احنا ما بنرسمه بنرسمه وهو دي بتبقى الخطوط النهائية طب بنقص ايه بنقصها الخطوط دي ما بنسيبش ايه مسافات ولا حاجة المسافات دي بنسيبها على القماش بنسيبها على القماش وإحنا بنقصها طيب قصنا الخطوط الخارجية ومن جوه بنقص على البنس دي يعني ايه فتحات البنس ديتمفروض فراغات من جوه فراغات من جوه يعني دي حاجة حتت هنقصها من جوه البطرون عشان نرسمها على القماش و Bernsa مرسوما على البطرون اهزبنا نقصها على كارتونه ales لعب نرسم من ضيف مذهل نرسمها كدا على الموديل لكن ينقصها على القماش نقصها على قماش نظريتكم ويقصوها زي ما ده بابس مشيكل. نخيت هنا كهده. هنا كده على البنسة. نقفل الحتة دي. فلما ايه? لمانا القماش من الحتة دي. ونزلنا على ما فيش واتلعنا على ما فيش. فبقى الحتة دي دي ديقة. فبقت الحتة دي دي ديقة. والحتة دي زي ما هي. والحتة دي زي ما هي. لكن ديقنا من عند الوسط من هنا. هو ده تكسيم. دي فكرة اي بنسة. ديت اشهر بنسة في اسمها بنست السدر الى هي تتعمل في الملابس الحريمى وليس في الملابس الرجالى هدفها ان احنا يكون في ارتفاع ايه الفايدة من البنس عموما البنس تتوسع و تضايا من اماكن معينة مثلا البنست السدر تضايا من فوق و من فوق و تتسيب ارتفاع من منطقة السدر منطقة البلوز نسيب لها كمية قماش كبيرة من هنا ونبتدي طول ما ناكل من القماش ليه بقى؟ عشان تبقى المنطقة دي هي اكتر منطقة فيها بروز ديت بينسة الوست مثلا ايه بينسة الوست ديت؟ عشان نتكسم من عند الوست الوست عندنا ارفع من منطقة السدر وارفع من منطقة الهنش اللي هي ديت عشان كده بناكل شوية هنا كده من القماش نومنا عاملين بينسة واغدينها وضمينها على بعضها بحيث المنطقة دي تبقى على قد منطقة الوست بالظبط يبقى ده الغرض من البنس ماشي؟ خدنا برضو من شوية ايه هي الريكورات او علامات التقابل اللي هي مثلا اهون زي هنا كده ده خط الوست هنا في الخلف وده خط الوست هنا كده في الامام خلاص الاناخد عندهم علامات لو فيه هنا خط الهنش لو هو فستين فيه نقطة هنا ناخد نقطة هنا ونقطة اوسطها هنا عشان احنا بنخيط نقابل النقط دي بعدها ماشي؟ ده اسمه خط النص بتاع الامام ده اسمه الجزء ده كده اسمه المرد بتاع الجاكت يعني ايه المرض اللي هو الجزء elevation واللزراير اللي بيتقابله مع بعض عشان الجاكت اتقفل خلاص دي اسماها حردة الرقبة ده اسماها حردة الباطة ده اسمه خط الكتف خلاص ده اسمه خط الوسطا قلنا ده اسمه خط الجنب ده وده كده خط الجنب للخلف وده خط الجنب للأمان دي لما نيجى نرسل حردة الكومة اللي هو الجزء اللي بيتقابل مع حردة الباط دي Nelson دي المصطلحات العامة اللي احنا نستخدمها في البطلون حبيتكم بستعرفوا ايها البنس حبيتكم تعرفوا اشهر بنسة في التاريخ اللي هي بنسة السدر بتاع السدات اللي هي دي خلاص لان بنسة السدر دي هنعمل عنها حلقات جوالات وصوالات عندنا عندها 600 مقالة ازاي نرسمها و ازاي نصرفها و ازاي ندريها و ازاي ندخلها في قصات و ازاي نعملها نحولها لكسرات او درابين و ازاي فبنسة السدر دي عليها يعني وهي الفن كله في تصريف بنسة السدر ممكن تعملي منها الموديلات اللي بتطلع في الدنيا دي كلها ايمى على تصريف بنسة السدر اا طبعا دي مش كل المصطلحات فيه مصطلحة كتير هنقولها و احنا بنشرح يعني عسنا حبيتكم تعرفوا بطرون يعني ايه الخطوط اللي في دا يكلمة بنسة يعني ايه ريكورات او علامات التقابل يعني ايه حاردة يعني ايه يعني حبيت تعرفوا الحاجات اللي هي تبتدوا بيها وبعد كده ايه حاجة تانية هتقبلنا هنقولها وإحنا بنتكلم شكرا على الحسن من تبعيد كلية وأتمنى تعملوا لايك وشير وصورة سكرايب وأتمنى تنشروا القناة أتمنى تتوقعوني على انستجرام وعلى فيسبوك وتتابعوا المدوانة بتاعة يريد نقوم نتحرك كده يعني نسيب اليوتيوب والفيسبوك شوية ونقوم نتحرك ونعمل حاجة ونتعلم حاجة ونعمل حاجة مفيدة لنفسنا ولولادنا يريد يا جماعة لو في واحدة بتدور على شغلة ومش لاقيها مفيش احنا من الشغلة ده حاجة هتعملها في بيتك وانت قاعدة أتمنى يا جماعة تعملوا لي لايك وشير وصورة سكرايب أتمنى تتابعوني على انستجرام وفيسبوك وتتابعوا المدوانة بتاعتك هكتبلوكوا رابط المدوانة تحت وأكتبلوكوا برضو رابط المواضيع أتمنى الفيديو يكون قريس وخفيف وكل فيديوون تطايمين وأبدوكوا الحلقة الجاية إن شاء الله معكم سارة السيد قناة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة